السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر ورحمة العبد من قناة دروسة عالمية اونلاين. ان شاء الله هنبدأ مع بعض نحل كراسة المعاصر للمراجعة والاختبارات للصف الثاني الاعدادي. نبدأ في كراسة الاسمها اويك از اناف. هناخد النهاردة اول تلت اسئلة. سؤال الاولان الخاص بالاستماع عليه اربع درجات. بعد كده سؤال الدالك او المحادسة عليه خمس درجات. سؤال القطعة الفاهم عليه ست درجات. يبقى كده عندنا خمساشر درجة من خمسة وتلاتين درجة. وان شاء الله بعد الفيديو ما يخلص. ان شاء الله تبقى ضامن بازن الله الخمساشر درجة دور في الامتحان. نبدأ بقى مع اول سؤال سؤال الاستماع. طبعا عظمنا بيقع في خطأ لما يجي حل السؤال ده ان هو بيستنى لما المدرس يجي يقرأ له الليسنينج ويحل على طول. لا. انا عايزك تعمل الطريقة لك على دلوقتي. وان شاء الله تبقى طريقة كويسة ومن تخسرش ولا درجة في السؤال ده. طبعا بيجي لك. المدرس يقرأ لك نص مكاوم من تلاتين كلمة. انا عاوزك تكرأ الاول الاسئلة اللي قدامك قبل ما المدرس يجي. ده اول حاجة. ويقرأ الاختيارات. افهم الموضوع بالصفة عامة. بعد كده لما المدرس يجي يقرأ لك الليسنينج هتبع عندك خلفية عن الموضوع اللي بتسمعه فبتقى لها تحل كويس. تمام? هقرأ لك دلوقتي نص مكاوم من حوال تلاتين كلمة تقريبا. وانت قدامك الاسئلة المفروض توقف في الفيديو وتحل الاسئلة ديت. او تقرأها وتفهمها الاول. باك تحل حسب ما بتسمع مني دلوقتي. تمام? ارى لك بقى النص دلوقتي. The Egyptian Handball Team are heroes. They won the Handball Africa Cup of Nations in 2020. The match was against Tunisia. They scored 27 goals. They are champions. The Egyptian Handball Team are heroes. They won the Handball Africa Cup of Nations in 2020. The match was against Tunisia. They scored 27 goals. They are champions. نجبا نحل الاسئلة او الحاجة نمبر 1. The Egyptian Handball Team won their match against. المصري. الفريق قرط اليد المصري. طبعا فاز بالمباراة ضد مين? طبعا تونيزيا. لطرقية تمام. نمبر 2. The Handball Africa Cup of Nations was in. والله الكأس الامم الافريقية لقرط اليد كان سنة كم? احنا قلناها كان سنة كم? 2020. 2020. تمام. نمبر 3. The Egyptian Handball Team where? تقول لك فريق. قرط اليد المصري كان ايه? طبعا هما كان هم ابطال. تمامي بين ايه? تمام. نمبر 4. They or the Egyptian. Team scored 27. والله الفريق قرط اليد المصري يعني. احرز 27 ايه? احنا. طبعا هنا جولز. تمام. لدينا في قرط اليد بيحسبهم بالايه? بالاهداف ولاسة بالنقاط. قرط السلة بالنقاط وقرط الطهرة بالنقاط لكن قرط اليد بكرة القدم بالايه? بالاهداف. تمام? نجي بقى للنص الثاني زي ما قلنا. واقف الفيديو. اقرأ الاسلة اللي قدامك باختياراتها واخد خلفية كويسة عن الموضوع. بقى كده اسمع بقى اللي سنينج اللي اقوله لك هره لك مرتين زي مرت كده. وشوف الحل بتاعك بقى هتحلو زي. تمام? اول حاجة هنا. The ancient Egyptian doctors helped people with burns. They used to use some of plants to stop infections. We still use these plants today. The ancient Egyptian doctors were clever. هره كمامر. The ancient Egyptian doctors helped people with burns. They used to use some of the plants to stop infections. We still use these plants today. The ancient Egyptian doctors were clever. نشوف بقى اول سؤال عندنا. The ancient Egyptian doctors helped people with. طبعا الدكاتة المصرين القدماء كانوا بيساعدوا ناس اللي عندهم ايه? طبعا هنا البيرنز لما عندهم حروب. تمام? جمع حرق. نمبر تو. They used some to stop infection. استخدموا بعض الايه? عشان يوقفهم العدوة. طبعا هم استخدموا بعض الايه? بعض النباتات. يبقى بلانتس. الاولانية. اوعى تختار الاخرانية عشان ما تغلطش. الاخرانية بلانتس كواكب. لكن هو البلانتس. نمبر ثري. These plants are still used. ولك هزي النباتات ما زالت تستخدم ايه? today. في هزي الايام. اللي طر ايه? تمام. نمبر فور. The ancient Egyptian doctors were. الغترة المصرين القدماء كانوا ايه? طبعا كانوا clever. clever يعني ايه? clever يعني ماهر. تمام? نجي بقى كده بقى السؤال التاني. اللي هو السؤال الخاص بايه بالدارج او المحادسة. طبعا ده السؤال جاي على اللي هي الوظيفة اللغوية. تمام? هنركع بقى الوظيفة اللغوية بتاع كل واحدة بالتفصيل. وهنقرأهم ونوضح كل حاجة فيهم ونحل سؤال محادسة على كل ايه كل واحدة. تمام? اول حاجة في الوحدة الاولانية كان بيجيب لي ازاي تتكلم على العادات اليومية. ممكن مثلا لو هكلم على عادات اليومية يقول ايه? ممكن مثلا يعني في ايام الجمعة يعني كل يوم جمعة من الاسبوع يعني دائما بالعب كرة القدم. يوم السبت بيعمل لي بقى دائما بصيد كزم متأخر. بعد العشاء بستمع للموسيقو. يعني في ايهات الاسبوع بزور مين بزور جدتي او تيتا. تمام? طيب بقول لك برضو ممكن توصف حجرة في المنزل. ازاي توصفها? لما يسألك سؤال يقول لك. ايه بقى الغرفة اللي انت بتحبها افضل غرفة عندك بتحبها فين في المنزل? هيقول لي مثلا. انا بقى اشارك اخويا في الغرفة واحدة. في سجادة وكارتينز في سجادة وكارتينز في سجادة كمان او اتنين من الستاي. في كنبة للملابس بتاعتي. تمام? نجي بقى نحل المحادسة على الجزء اللي فات بتاع الوحدة الاولانية. تمام? عشان تحل المحادسة في ثلاث خطوات اساسية لو عملتهم ان شاء الله مش هتدن اصول الدرجة في سؤال المحادسة. واحدة واحدة بقى. اول خطوة لازم تخلي بالك من العنوان بتاع المحادسة اللي هو بيكون مكتوب بلون غامق عشان يقول لك الموضوع المحادسة عن ايه? تمام? هنا بيقول لي وليد عند احمد الوحدة بيكلم على الغرفة المفضلة في منزل احمد. تمام? الغرفة المفضلة عند احمد يعني في المنزل. تمام? بعد كده الخطوة التانية ايه? الخطوة التانية بقرأ المحادسة بالكامل من غير ما حل ولكن ليه يا مصر? عشان اعرف المحادسة بتكلم على ايه? تمام? بعد كده بقرأها كمان مرة واحل بقى سؤال واجابة مع بعض. الخطوة التالتة ايه? اخلي بالي من خطوات تكوين السؤال اللي مكتوبنا قدامك باللون الأحمر. لهم ايه? خمس خطوات. اداة استفهام. فاعل مساعد. فاعل. فاعل اساسي تكملة. كمان مرة لازم تحفظهم وكلما تيجي محادسة اكتبهم. اداة استفهام. فاعل مساعد. فاعل. فاعل اساسي تكملة. طيب. انا كده عرفت تلات خطوات. ابدأ طبقة واحدة واحدة بقى. احنا عرفنا انه وليد بيتكلم. هو احمد يعني بيتكلم عن ايه? عن الغرفة المفضلة بالنسبة لأحمد في المنزل. وليد بيسأله بيقول له. what's your favorite room in my house? ايه الغرفة المفضلة عندك? فين? في المنزل بتاعك. طبعا هنا هو ممكن يجاوب له اي اجاب. بس انا لازم لما اجي اجاوب انا عارف انها هكمل. هتلاقي مكتوب ايه? بيذكر حاجات عن ايه? عن حجرة النوم. فهنا ممكن يقول له ايه? my favorite room is my bedroom. بيقول له هنا الغرفة المفضلة عندها. حاجرت النوم. طبعا هنا ايه? قلت اولا لما تيجي الجاوب بقى. انا باش بوط. قدت للسفاهم. عندي is. وعند your favorite room. your تحاول الى my. فقولت my favorite room is. يبقى كأن عكست is للفاعل المساعد مع اللي بعدها اللي هو الفاعل. ودائما تعملها كده في الاسئلة. بتاكس الفاعل المساعد مع الفاعل وتبدأ به. تمام? فقال له غرفة المفضلة هي غرفة النوم. فطبعا وليد سأله سؤال. رد عليه احمد قال له. لان غرفة النوم بتشتمل على تحتوي على كل الاشياء اللي الخاصة بيها. تمام? فهنا طبعا اي سؤال او اي اجابة تبدأ بكلمة السؤال بتاعي لازم يبدأ بكلمة ايه? طب واي ايه? طب ايه? طبعا لو انا كتبت واي مش هينفع اكمل من اجابة اللي عندهم ما لا هكمل منين? ممكن تكمل من فوق وممكن تكتفي بكلمة ازاي? مش كانين بقول لك فوق لو انا هكتب سؤال كامل اروح ايه لي هنا هو عايز اقول له هنا ليه حجرة النوم هي المفضلة عندك? وممكن اكتفي بس بكلمة بس انا مفضل لو تعرف تجيب تكون السؤال زي ما احنا عملنا نجيبه بالكامل تمام? ايه هو تكون السؤال بقى? اذا تستفهم كلمة فعل المساعد لما نبص في احنا هنبص لجملة اللي قبلها بقى لاني بدأ لك جملة بدأ بكوز الاجابة مش هينفع اجيب منها يا حاجة. فقال له ويجب كلمة از تمام? اللي يجب كلمة بقى كده رجعناها اليور يبقى تمام? طيب اما قال له لان حجرة النوم تحتوي على كل اشياء سألوا سؤال تاني وليد فارد عليه احمد قال له قال له ايوة ده فيه كرامة موجودة في حجرة النوم بتاعتك. سؤال سهل جدا. اي سؤال يا جماعة بتاعي عشان تكون عليه سؤال اشو بيصل اول او نو? بعدك هتعمل مقص بين الكلمتين اللي بعد يس ونو لما الفاعل والفاعل المساعد. شو ما ايه? هنعكس انتو بقى ايه? ايه? تمام? واكمل. فممكن يقول له عمل ايه? شطب نيس. وراح نعملين مقص بين بقى كده اقول اصوفا ان. جيت عندي كلمة ماي تحاول الى يور دايما في السؤال يور تحاول الى ماي او ماي تحاول الى يور. تمام? وليد سأله سؤال قال له كما عدد الستائر اللي موجودة في الغرفة بتاعتك. ممكن يقول له عادي. ممكن يقول له اتنين. فممكن يقول له هنا ايه? في ستارتين. اين? تضع الملابس بتاعتك. طبعا اكد بضع الملابس فين? في الدولاب. الدولاب اسم ايه? فممكن هنا يقول له. والله يقول له انا بضع الملابس ثلاثة فين? في الوردروب اللي هو الايه? دولاب بتاعي. تمام? نجد بعد يونتو. ناخد فيها برضو الايه? اللي هي الوظائف اللغوية عشان نحل عليها محدس. هنا طبعا اول نوطة بقول لي ازاي توصف الايه? الصور. عشان اوصف الصور هعرف كم جملة دلوقتي تقدر تساعدني في الموضوع ده. لما يقول لي مثلا. what can you see in this photo? قل لي ايه اللي انت تقدر تشوفه في الصورة ديت. طبعا ممكن اقول لك this is a photo of my family. والله ديت صورة عائلتي. ممكن اقول كمان. my grandparents are in the background. يعني اجدادة موجودين في الخلفية بتاع الصورة. my parents are in the middle. يعني بابا وماما موجودين في المنتصف. my brothers are on the left. يعني اخوات الاولاد موجودين على الشمال. my sisters اخوات البنات are towards the right. يعني موجودين في تجاه الايه اليمين. تمام? نقطة تانية برضو. في الوصف في الغية. يقول لي هنا ازاي ترد على الاخبار. يعني ايه? انت ممكن يجيلك اخبار good news اخبار جيدة. او bad news اخبار سيئة. لو سمعت خبر جيد هتقول لي ايه? ممكن اقول congratulations يعني مبروك او تهانينة. what good news يا لها من اخبار طيبة. او well done احسنت. طيب لو كنت بقى bad news اخبار سيئة. ممكن اقول what bad news يا لها من اخبار سيئة. او I'm sorry to hear that. الله يقاسب لسماع ذلك. مثلا لما احمد يكلم عليه احمد بيقول له. بقول الاخت طلعت الاولى في الامتحان النهائي. طبعا علي قال له. well done احسنت. طيب مثلا المسألة العليمين. ايه بيكلم بي بقول لي عمي حصلت له حادثة فضيعة. فبيرد عليه قال له ايه? what bad news يا لها من اخبار سيئة. تمام? نجي بقى انه حل السؤال على المحادثة. زي ما اتفقنا. المحادثة بتحلها بتلات طرب. او تلات خطوات. الخطوة الاولية بقرأ الالمان المكتوب عندي بلون غمق هنا بلون بولد هنا. تمام? او بخط بولد هنا. بعد كده اقرأ المحادثة بالكامل من غير محل ولا كلمة. عشان افعل معنى العام بتاع المحادثة والتفاصيل بتاعتها. بعد كده اكتب خطوات تكوين السؤال قدامي اللي هم الخمس خطوات. اداة استفام. فاعل مساعد. فاعل. فاعل اساسي تكملة. وابدأ اضباهم هنا باقرأ سؤال باجابة. تمام? نشوف كده. صارة بتكلم معه عن الحادثة بتاعتم هنا. فقلت لها ايه? did you hear? what happened to mona? قلت لها انت معرفتيش. ما سمعتيش ايه اللي حصل لمونة? طبعا هي ردت على هند ردت علىها. no i didn't. وقلت لها سؤال هند اللي سألت المرة دي. فصار قلت لها she had a car accident. حصلت لها حدثة حدثة سيارة. ازا اكتب هنا هتقول لها ايه اللي حصل. فممكن اقول لي ايه? what happened يعني ايه? يعني ماذا حدث? صار قلت لها she had a car accident حصلت لها حدثة سيارة. فطبعا ده خبر جيد ولا خبر سيء? ده خبر سيء. فالخبر سيء ممكن اقول ايه? ممكن طبعا اقول what a bad news يعني يا لها من اخبار سيئة. when did it happen? حصل الكلام ده امتى? فصار قلت لها last Sunday. يوم الاحد الماضي. هند بتسئولها سؤال بتقول لها where is she now? اين تكون هي الان? لما حدث اجاب سؤال زي ده بصوا بالاول where وعندي is she بعكسة بقت ايه? she is. فممكن ان اقول ايه? she is in the hospital now. هي موجودة في المستشفى الان. فهند قلت لها in the hospital خيبك بقى? يبقى انا ليه اقولت hospital? عشان تحت هي من صغيرة وبتقول لها في المستشفى ازا ده الحل اللي انا كتبته فوق. لها حسنا? حسنا? وراح تسألها سؤال. ده من اللي بتسأل هند? فطبعا صرأت لها tomorrow evening. غدا ليلا او غدا مساء. do you want to come with me? يبقى المفروض السؤال هنا على كلمة tomorrow evening. هسأل عليه? هسأل على الزمن. فاكرين باسأل على الزمن بايه? تمام? ده اسأل على الزمن بكلمة وين? يعني متى للزمن? تمام? طب هروح كاد بكلمة وين? وبعدين? ممكن اقول when will you visit her? هتزورها امتى? طب اللي انت كيف تقول لها يا مصر? ما هو الاجابة فيها tomorrow فاقوله when do ولا when is? فاقول when will. طبعا هنا you visit her هتزور ها امتى. فطبعا بعد قال له do you want to come with me? تحب تيجي معايا? طبعا هيقول له ايه? yes sure. ممكن اقول yes of course. ممكن اقول yes I do. كل اللي جد صحيح. تمام? نجي بعد كده الوحدة الثالثة هيونة ثري. طبعا الوحدة الثالثة هنا مذكورة. في صفحة كام في صفحة سبعة. اول حاجة هنا طبعا يقول لي asking and answering questions about your heroes. اذا تسأل وجاوب على المثل الاعلى عندك او قدودك في الحياة. ممكن لما قول لك who are your heroes من هو البطل عندك او قدودك في الحياة. قلت لي مثلا the Egyptian handball team. فريق كرة القدم اليد المصري. فريق كرة اليد المصري. مام? what did they do? طب انت بتلك كذا لي هم عملوا ويماذا فعلوا? قال لك they won. هما فازم. the handball Africa cup of nations in twenty twenty. فازم. كأس افريقيا لكرة اليد. كأس امام افريقيا لكرة اليد سنة عشرين عشرين. سألتها سؤال او هنا حديث السؤال يقول له who is your favorite hero? مين بطلعك المفضل? وليه? واي? يمكن لقول مثلا my favorite hero is doctor مجدد يعقوب. از هنا معناها لانه زي كنه لانه بيساعد الفقراء والاطفال للمرضى. تمام? ناخد نقطة تانية في الايه بقى? في الانجوش فانكشنز. الملاحظات اللغوية برضو او زي مولنا الايه الوظائف اللغوية. هنا برضو بيكلم على ازي تنقش تاريخ العائلة. لما سألها اقول where did your parents live? when they were young. اين كان يعيش لوالدين بتوعك عندما كانوا صغارا. ممكن يقول لي هنا they lived in طنطة. هما كانوا عايشين في مادرين طنطة. لو سألت وقلت how did your father use to go to work? كيف كان والدك معتاد ان يسهل للعمل? هيقول لي طبعا he used to. انا ليه جبت use to? عشان السؤال في did. شلنا ها وشلنا did. your father use. طبعا your father شلتها وحطت مكانها هي. use هتبقى used عشان انا شلت did. يبقى he used to go to work by bus. لو سألت how many persons were there in your family ten years ago? عدد الاشخاص اللي موجودين في وصفتك من عشر سنين. هنا ايه? يعني كانوا قد ايه? قالك there were only three persons كانوا ايه تلات اشخاص فقط. تمام? نجي بعدها ناخد المحادسة بقى اللي موجودة في صفحة كان في صفحة تمانية. هي تخلصة بالوحدة التالتة. زي ما اتفعنا فيه تلات خطوات. كل مرة اقول لكم لحد ما تحفظوا مصم. اول خطوة بقرأ الانوان بتاع المحادسة. اللي موجوده دايما مكتوب بلون بولد. غامق هنا هوك. تمام? رقم اتنين بقرأ المحادسة بالكامل من غير ما حل ولا كلمة. رقم تلاتة بكتب خطوات تكوين السؤال فوق زي ما انتم شايفين عندي كده خمس خطوات. قد تستفهام فعل مساعد فعل فعل اسس تكمله. بعد كده ابدأ احل واخد سؤال واجبع عشان احل صح. تمام? هنا بيقول لي عمر عمر بيخبر طارك عن بابا. فطارك بيقول له ايه؟ يعني اين كان والدك معتاد ان يعيش. طبعا هنا لما يكون بيقول لي اين يعيش هنا انا ممكن اكتب اي حاجة ممكن. بس لو انت كملت هتجد ان هو بيقول له ايه؟ ده هو بيعيش في القاهرة بعد موادرته للريف. ازان هو كان عايش فين؟ في الريف. برافو. فانا ممكن اقول ايه؟ طبعا بشتوب وار. بشتوب دد. وابدأ اقول يور فازر تحاول الى ماي فازر. برافو. يبقى ايه؟ ممكن اقول ماي فازر وممكن اشيب له وحطه ضمير اللي هو هي. تمام? فاقول هنا هي. بعد كده هكتبها زي ما هي؟ لا يا مستر. مش كان السؤال ماضي. يبقى الجابة ماضي. يبقى هي وممكن اقول ايه؟ بعد كده طارق سأل عمر سؤال تاني. فرد عليه عمر قال له ايه؟ احنا الان بنائش في القاهرة بعد مغادرتنا لايه؟ للريف. ازان هيسأله انتو بتعيشوا النهاردة فين? او الوقت فين? اولا انا بسأل على كلمة ناو. فهسأله ليه? هسأل اقول وين او وير. تمام? لو هسأل على ناو هقول وين. لكن هنا الافضل نسأل على المكان. قال له ايوة ناو ويلف ان كايرو. هسأل على الحتة دي. فممكن ابدأ بكلمة وير. تمام? وير دو يو ليف ناو. طبعا انا جبت وير ليه? عشان المكان اللي هو القاهرة بسطو بالمكان. طيب جبت دو ليه? احنا قلنا رقم اتنين في خطوات تكون سؤال فعالة مساعد. ممكن يبقى مابوز اوار. ممكن يبقى دو او دز او دل. تمام? فهنا طبعا بكلام في المدرح فقول دو. وير دو. وكمان بتاخد دو. يبقى وير دو. وي حاولتها الى يو. ليه? اصل يو معناها انتم معناها انت معناها انت. وهنا انت بتقول لي وي نحن بتلاح حاولتها الى ايه? الى يو. تمام? يبقى وير دو ايه? اين يعيش الان? تمام? فطبعا هنا عمر قال له او احنا كنا احنا بنعيش الوقت في القاهرة بعد موادرتنا للريف. لما طرق سؤال سؤال تاني رد عليه عمر قال له بابا شغال كدكتور. اذا هو عايز يعرف وظيفة بابا. فممكن يقول له ايه? يعني ايه وظيفة باباك? طبعا احنا عندنا اكتر من سؤال سؤال عن الوظيفة. السؤال قدامك ده لان كونتو من موجود قدامي. اول حاجة انا بس على الوظيفة اللي هي ايه? ايه? هاسأل دكتور. فطبعا هاسأل بكلمة تواطع. تمام? طيب بعد كده بتروع الفائل المساعد مش تلاقي. بنقول لك هنا فائس. تمام? ده فائلة مدعرة. ما هي وظيفة ايه باباك? تمام? طيب طارق سأل السؤال تاني قال له طب مين البطن المفضل عندك? وبعد شوالك ليه? طبعا ناخد حاجة سألة ممكن ناخد مثلا ايه? محمد صلاح. ايه? طبعا اي سؤال يده باي? اجاب ستده بكلمة فممكن هنا اقول ايه? طبعا هو مسئل علي ان هو طيب وايه? وماهر. ممكن تقول لك كمان ايه? تمام? ننجي بعد كده بقى الوحدة الرابعة بيكلمني هنا على يعني وصف الاماكن التاريخي او مكان تاريخي. لو سألني سؤال مثلا نقول لي what is the most important historic place in Egypt? يا ترى ايه هو? اهم مكان تاريخي في مصر. طبعا ممكن اقول اهرامات الجيزة. لو قال لي who built the pyramids من اللي بنى الاهرامات the pharaohs of ancient Egypt. فراعينات مصر القديمة. لو سألني برضو قال لي when were the pyramids built? يعني متى تم بناء الاهرامات ممكن اقول له they were built about four thousand years ago. يعني تم بنائها من حوالي اربعة تلاف سنة. وممكن يقول لي برضو لو سألني why are the pyramids important for Egypt? ليه الاهرامات مهمة بالنسبة للمصر? طبعا هنا ممكن اقول as many tourists as هنا معناها لان 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 العديد من السياح around the world come to see them. بيقوا من اعجمي انحاء العالم عشان يشوفوها تمام? ميجرونة تانية برضو يقول لي هنا a debate about the effects of tourism. مناقشة حول اثار السياحة. اول سؤال لو قال لي مثلا what do you think of tourism? ايه رأيك في السياحة? ممكن اقول له هنا I think it's very important. اعتقد انهم هم جدا. do you think tourism is bad for historic places? هل تعتقد ان السياحة ضارة للاماكن التاريخية? طبعا دايما لامقول what do you think? او do you think? انت بتدري اجبتك ايه? بتكلم في اعتقاد انت تعرف ويقول لك ايه? I think. انا اعتقد. sometimes some tourists don't keep these places clean. اعتقد ان بعض الاحيان في بعض السياح ما بيحفظوش على الايه الاماكن دية نظيفة. تمام? why is tourism important for countries? لو سألني قال لي ليه السياحة مهمة للدول يعني. طبعا ممكن اقول because. اقول اي سؤال يبدأ بwhy? بنجاوب عليه بايه? because. because tourists bring a lot of money to these countries. لان طبعا السياح بيجلبهم او بيجيبوا يعني اموال كتيرة للدول دية. لو سألني برضو قال لي what should we do to protect our historic places? طب نعمل ايه? عشان نحمي الاماكن التاريخية ديت. ممكن اقول we should remind the tourists to behave well in these places. يجب ان احنا نفكر ونذكر السياح بان هما يتصرفهم بشكل لايك في تلك الاماكن. تمام? نجي بقى نحل المحادسة على الجزء اللي فده. اول حاجة هنا بيقول لي زي ما انتفعنا فيه تلات خطوات لحل المحادسة. بقرأ العنوان اللي المكتوب عندي بلون غامق هنا. بعد كده اقرأ المحادسة بالكامل من غير محل ولا كلمة. واقرأ المحادسة تاني بالتفصيل سؤال واجابة. وانا بقى بقرأ سؤال واجابة مع بعض. بخلي بالي من تكوين السؤال اللي هو كم خطوة? خمس خطوات اللي هما ايه? قد تستفهم. فعل مساعد. فاعل. فعل اساسي تكملها. دايما نكتبها اصوات المحادسة عشان ما تنسانش. نشوف كده يقول لي سوها اسك اسمونة. سوها بتسأل مونة عن وظيفتها لايه المستقبل. هتشغل ايه في المستعبل يعني? سوها بتقول لها يا طرح تحبتي بايه في المستعبل? طبعا لو ان لو ما فيش تكملة خاصة بالنقطة ديات ممكن اتجاوب اي اجابة. لكن بعد شوية عظيم للمرشدين السياحيين ما لهم بقى مهمين جدا. ازا هنا مونة قلت لها انا عايزة اكون مسلا مرشدة سياحية فممكن اقولها ازاي طبعا انا قلت ايه ما هو السؤال بقول لك طبعا خلي بالك باشطب وعندك وديو بعكسها بقت اللي هي اختصرها لايك ان اكون ايه تمام? طبعا ما مونة قلت لها انا عايزة اكون مرشدة سياحية سؤالت لها عظيم ده المرشدين السياحين ايه مهمين جدا? وسألتها سؤال. فطبعا مونة ردت عليها قلت لها ايوة انا يجب ان انا اتكلم اكتر من اللغة بطريقة جيدة. فهنا طبعا السؤال هتسأل على بيس ونو. باشطب بيس او نو تمام? الاجابة بعد بيس ونو بيقى فيها فاعل وفاعل. بعكسهم بقول لي اي شود. عكسها تبقى ايه? شود اي. والاي تحاول الى يو تمام? يبقى انها اكتب ايه? يبقى شود. هل يجب ان انت تكلم لغات عديدة? طبعا انا قلت لها ايوة انا يجب ان انا اتكلم اكتر من لغة بطريقة جيدة. فانا ممكن برضو يا مصر بدل مني اقول ممكن برضو صحي مش غلط. فسؤال سألتها سؤال تاني وردت عليها من قبل اتلاقي ايه? لان العمل في السياحة مهم لكل واحد فينا. خليب لكم الاجابة ادت بايه? بيكوز تمام? يبقى سؤال هيبدأ بكلمة وي برافو عليكم. طبعا لما تكونوا الاجابة بدأ بيكوز وتكملها بعدها ما ينفعش اجيب التكوين بتاع السؤال بتاعي من الاجابة اللي فيها بيكوز. وما لقى ايه? اجيبها من الجملة اللي قبلها انا كنت بكلم عليها. فممكن اقول هنا ايه? انا جبت هنا من جزء اللي فوق. ليه? يجب عليك ان اتكلمي اكتر من لغة. تمام? يا مصر طبعا انا ممكن اقول واي بس. مش غلط صح. بس انا بفضل تكتب اجابة كاملة لو تقدر تجيبها. تمام? بخطوات تكوين السؤال اللي احنا يجيب. طب كيف تكون السياحة بقى مهمة للمصر? فتقول لها انا عايز اشتغل مرشادة سياحية مهمة للمصر وكلام ده كله. هنا بتلاقي ازاي بقى السياحة مهمة للمصر. طبعا السياحة بتجيب ايه? بتجيب فلوس للدولة او لمصر. فممكن اقول ايه? توريزم برينجز اللوت اف ماني تو ايجيب. يعني السياحة بتجلب اموال كتير للمصر. سؤال لها هل دراسة للتاريخ مهمة للوظيفة ديت? اكيد طبعا. فهنا لو هجاوب او او بعمل ايه مؤصل بعد كده? فممكن اقول ايه? تمام? بيبقى انا عملت وعملت ايه مؤصل ديت كلها باشي لها وحط ما كان ات. بيبقى هنا ات از. تمام. نجي بقى كده بقى صفحة عشرة الوحدة الخمسة. هناخد برضو الوظيفة الغاية الاول. هنا بيكلمنا على ايه بقى? لما اتكلم على بعض العمل والمهم في المنزل. talking about jobs in the house. لما اسأل هقول how can you help in the house? ازاي بتساعد الناس في المنزل يعني? I can tidy up my room. انا ممكن ارتب غرفتي. طب what's your favorite housework? طب لو انت هتعمل حاجة في المنزل ايه العمل المفضل عندك? لعمل المنزل المفضل. طبعا فيه ناس بتقول washing up the dishes غسيل الاطباك is my favorite هو المفضل عندي. طب لو انا قلت what don't you like doing at home? ايه لما بتحبش تعمله في المنزل? طبعا الحاجة اللي بحبش عاملها I don't like taking out زربش ما بحبش اقوم باخراغ الكمامة. تمام? نقطة تانية في الوظيفة الغوية. making suggestion. ازاي اعمل اكتراحات. ممكن يستخدم طرق معينة زي كلمة about how about الاكتراح بس يبجيب ورهم فعلة في اي نجي. تمام? مثلا what about working as a volunteer for a charity. ايه رأيك تشتغل متطوع فين? في جماعية خيرية. ممكن يستخدم طرق تانية. why don't you work as a volunteer for a charity? لما لا تعمل كمتطوع في ايه? في المؤسسة الخيرية. دي نفس المعنى. بس ان انا قلت why don't you? جورها مصدر. لكن ما طبعا بيجورها I energy. لو نوفيت على الاكتراح طبعا بقول good idea. او it's a great idea. او why not? يعني ممكن اقول لك good idea why not? ليه لا. تمام? طب لو انا هرفض الاكتراح ده. ممكن اقول sorry I am not very keen. يعني آسف انا لست ايه متحمسا لذلك. تمام? نجيب ان حل محادسة على الوحدة الخمسة. هنا اول حاجة المحادسة زي ما انت فان بنقرأ العنوان. باقي نقرأ الموضوع بالكامل بغير محلو ولا كلمة. واقرأه كمان مرة بالتفصيل عشان احل بقى سؤال واجابة. وخلي بالي من تكون السؤال اللي هم الخمس خطوات. اول حاجة هنا بقول لي. رغد and salma are talking about some jobs at home. رغد وسلمة بيكلموا على بعض المهام في المنزل. رغد بتقول لها hi salma do you like helping at home? هل انت بتحيب تساعدهم في المنزل يعني? طبعا اتلاها hi هترد على ايه? لو كانت اتلاها لأة كان ممكن المحادسة ما تكملش لانه المحادسة مبني على الموضوع ده كله. فبالتالي هنا هتقول لها ايه? yes I do. زي ما انت فاني اس ونور عامل مقصي بضيوها تبقى I do. رغد سألتها سؤال تاني. فسلمة قلت لها I can help my mother in the kitchen. انا ممكن نساعد ماما في المطبخ. فهنا اكيد هتقول لها طبعا انت ازاي بتساعدهم? يبقى كيف تساعدهم? طبعا هسأل بهاو ليه ايه كيف? هاو معناها كيف. بعد كده ايه كانها هتبقى ايه? can you? بقى كده help. طب هو ما يتحاول له? your. وبقى كده mother how can you help your mother? زي ما احنا شايفين. تمام? طبعا مش اجيب in the kitchen ان انا ايه? بسأل هتساعدها ازاي? زي ما قلت من شوية? رغد سألتها سؤال تاني. فسلمة قلت لها I prefer cooking and washing dishes. انا بفضل. الايه? الطهي وكمان غسيل الاطباط. what about you? ازان هنا اكيد برضو سألتها سؤال تاني عشان تقول لها ايه هو العامل المنزل المفضل عندك? فممكن اقول لها ايه? what's your favorite house work? ايه العامل المنزل المفضل اتلها I prefer cooking. زي ما قلت من شوية. رغد روحة ايه لها بقى ايه ردت عليها اجابة زي اللي فاتت. هنا هي بتقول لها what about you ماذا عنكي? لما سألت لها ماذا عنكي? رغد هتقول لها ايه? جملة معينة. do you help on holidays? هو انت بتساعدهم في الاجازة. ازان هنا ممكن تقول لها ايه? I prefer tidying up my bedroom. والله انا بفضل ترتيب الحجرة ايه النوم بتاعتي. فطبعا رغد لما اتلها انا بفضل ترتيب الفضل بتاعتي. اتلها do you help on holidays? رغد اتلها هو انت بتساعدهم في الاجازة. طبعا ايه? ردت الرد معين. فرغد اتلها you are a good girl. يعني انت بنت جيدة. بنت طيبة. بنت صالحة. ازان هي اكيد بتساعدهم في الاجازة. فممكن اقول ليه? yes I do. طبعا احنا قلنا بناكس do you. بنعمل مقصب. هنا you to hold I by yes I do. you are a good girl. اتلها سأل ما في الاخر thanks. نجيب بعد كده يونة 6 الواحدة الستة والاخيرة. طبعا هنا بيقول لي discussing solving environmental problems. يعني مناقشة حل المشكلات البيئية. لما اجتناقش في حل المشكلات البيئية في بعض الاسئلة ازمنها اعرفها كمعلومة. وكمان اعرف اجاباتها عشان لما اجيلي قادر اجاب عليه. مثلا why is it important to look after the environment? ليه من المهم ان احنا نعتني بالبيئة? فطبعا to keep people's health. عشان تحافظ على صحة الناس. خلي بالك بقى. احنا كنا دايما بنقول لما تجي why بنجاوب بكلمة because. تمام? ممكن نجاوب بس يخلي بالك because بيجي ورها جملة كاملة. ممكن اجاب بكلمة to معناها لكي. واجيب ورها مصدر. يبقى because يجي ورها جملة كاملة. وتو يجي ورها ايه? مصدر. تمام? how can we keep the environment clean? طب ازاي احنا بنحافظ على البيئة نظيفة? عن طريق تقرير التلوث. دايما نسأل بتاع how? كيف? لما نسأل على كيفية عمل الشيء. بجيب by والفعل فيه ing. how can we encourage people to recycle? طبعا هنشجع الناس ازاي? عشان يعملوا عادة تدوية. برضو باي بوتينج ريسايكلينج بينز افريوير. عن طريق وضع سلات المهملات في كل مكان. برضو قال لي باي بوتينج. تمام? نحل بقى المحادثة اللي قدامنا ديت على الموضوع ده. احنا هنا دايما فيه تلات خطوات اساسية لحل المحادثة. بقرأ الانوان بتاع المحادثة. بقرأ المحادثة بالكامل. واشوف خطوات تكون السؤال وطبعها سؤال واجابة. تمام? احمد عمر بيكرم على مشكلة التلوث. احمد بيقول له. what do you think of the problem of production? ايه رأيك في مشكلة التلوث? طبعا بدل بيقول لي ايه رأيك? اكيد هبدأ اقول له ايه فاكرين? ايه. تمام? طب اقول له ايه? ايه. اعتقد انها خطرة جدا المشكلة دي. احمد قال له. how do you think? we can keep the environment clean. طب ازاي? احنا تعتقد ان احنا نقدر نحافظ على البيئة نظيفة? خلي بالك انت ممكن تجيب برضو جزء من اللي جابة ديت فوق برضو. يعني ايه? يعني ممكن اقول له ايه هو طبعا قلت هنا ايه اعتقد ان المشكلة دي خطيرة. ممكن اقول له يعني ايه رأيك في مشكلة التلوث? قال له لا احنا المفروض نخلي بالنا من البيئة نخليها نظيفة. يبقى we should keep the environment clean ودي صح ودي صح. فاللي ما احمد قال له. how do you think? we can keep the environment clean. طبعا حافظ على البيئة نظيفها ازاي? اكيد طبعا زي ما قلنا. بذلك قال لي كيفة? هجيب باي ولين جي. طبعا اكيد بتقليل التلوث. فممكن اقولها ازاي? باي عن طريق تقليل التلوث. تمام? احمد سأل سؤال تاني. فهم الرد عليه قال له. yes. recycling is important. قال له ايوة. ده اعادة تدوير للأشياء مهم جدا. سهل جدا جدا السؤال ده. باشوا بياس. وعمل مقصة من كلمة recycling ويز وكمل. هتبقى ايه? is recycling important? هل اعادة تدوير للأشياء مهم? قال له ايوة هو مهم. فهم السأل سؤال تاني. رد عليه عمر قال له. we can encourage them by putting recycling bins everywhere. ممكن نشجعهم عن طريق وضع السلات المهملات في كل مكان. ازان كده هيقول له ازاي نشجع الناس ان هم يعملهم ايه؟ اعادة تدوير للأشياء. تمام? فممكن نقولها ازاي? how can we encourage people to recycle? ازاي نشجع الناس ان هم يقوموا بالتدوير للأشياء. طبعا هنا قال له. ويكان ايجار جزء باي? باي بوتينج برضو. جالي باي والآيين اجي عشان السؤال بدء بها. احمد سأل. what should advise children? من اللي يجب بقى او who هنصرهن? who? who should advise children? من اللي يجب ان هو ينصح الاطفال? اكيد طبعا المدرسين بتوحهم مسلا والابا. فممكن نقول ايه? يعني الوالدين والايه? والمعلمون. تمام? نيجي بقى قطعة الفهم. طبعا فيه اكتر من طريقة الحل لقطعة الفهم. وعشان اشوف افضل طريقة لازم تسمع اللي هقولك عليه دلوقتي. اول حاجة. بتكرأ القطعة بالكامل من غير ما تحاول تحلع اي اسئلة. هقرأها مرة اتنين لما استوعب القطعة كويس. بقى كده ابدأ حل. ليه يا مصر? لان فيها اسئلة حديثة الوقت بيتيجي. ايه رأيك في السؤال ده? ايه رأيك في المشكلة ديت? طبعا ايه الحلول المفترضة? ممكن تجيب حلولك خارج القطعة خالص? بس محتمدة على فهم وبتستنتج من القطعة. تمام? ازا ما بيجيبش اسئلة مباشرة زي زي ما? وهنشوف دلوقتي. نقرأ القطعة عشان نشوفها ايه? هنا بقول لي سامير. سامير بيشتغل كمتطوع في جامعة خارجية. which helps to clean our local beach. بتساعد في تنظيف اللي بقى الشاطئ المحل. at the weekend. في اجاز ناية الاسبوع. they go to the beach and pick up the rubbish that people left behind. طبعا هم فاخر ناية الاسبوع. راحهم الشاطئ. وبدأهم ايه? يلتقطوا ويشيلهم ايه القمامة اللي الناس تركتها وراهم. they always pick up lots of plastic bottles. طبعا بيلتقطوا ويشيلهم. بيجمعهم. يعني زجاجات بلسة كتيرة. فاطمة visits a home for old people who are disabled. فاطمة زارت ناس كبار السن. طبعا هم غير معاقين يعني disabled. so it's difficult for their families to look after them. طبعا بيصعب جدا على الاسرة بتاعتهم انهم ما يعتنوا بيه. she goes there after school. بتروح هناك بعد المدرسة. on thursday كل يوم خميس. the volunteers have a special person who they visit and talk to. طبعا المتطوعون بيقولهم شخص خاص بهم يعني بيزروه وبيكلمه معاه. the woman who they visit is called mrs. nahla. المرأة اللي هم زروها كانت اسمها mrs. nahla. she worked as a nurse. كانت شغالة كم مرضة. when she was young لما كان صغيرة. and she is a fantastic person. هي انسانة رائعة. فاطمة loves talking to her. وفاطمة بتحب تكلم معها. تمام؟ ده فكرة الاخيرة. احمد works for a charity which looks after animals that are old or sick. احمد طبعا بيعمل لدى جمعية خيرية بتعتني بالحيوانات اللي هي كبار او الحيوانات المريضة. and they can't work anymore وما تدرش تشتغل تاني. زي الحصانة الخيول وكلام ده كله. people donate money. الناس بتطورها بالفلوس اللي بقى. to the charity to buy food for the animals. عشان تشتري طعام للحيوانات. such as horses زي الخيول and the camels والجمال. they help to feed the animals and look after them. بيساعدهم في طعام الحيوانات والاعتنادهم. this camel is aحمد the favorite animal. والجمال اللي يعتبر الحيوان المفضل عندها. تمام؟ نحل الأسئلة بتاعتنا بقى. أول سؤال. give a title for this passage. عشان تعرف العنوان بتاع القطعة. لازم ترجع للقطعة تاني. وغالبا بيبقى في الجزء الاولاني بتاع القطعة. او تطلع منه بالعنوان اللي هتقوله. فممكن هنا اقول ايه. يا طرق ايه العنوان المناسب. working as a volunteer in a charity. يعني العمل كما تطوع في الجامعات الخيرية. لانه ذكر لي احمد وذكر لي فاطمة. تمام؟ ذكر اكتر من فرض وذكر كمان سامير. تمام؟ number two. what's your opinion about the charities. ايه رأيك في الجامعات الخيرية؟ وذلك الرأيك ايه؟ هتقول I think. اكيد الجامعات دي مهمة. فممكن نقول ايه. I think they are important. اعتقد انهم ايه؟ انهم مهمين جدا. سؤال الثالث. why do people donate money to the charity which احمد works for. يا طرى ليه؟ الناس بتتبرع بالمال للجامعات الخيرية اللي احمد بيعمل لديها. طبعا احمد كان بيعمل لديها جامعات خيرية مهتمة بالايه؟ بالحيونات. طبعا اجابتك هتبقى ايه؟ بما ارجعوا لقطعة. هلقوا الجزء الاخير بيقول هنا ايه؟ people donate money من هنا وبالضبط. people donate money to the charities or to the charity to ايه بقى؟ to buy food. من هنا بالضبط. الاجابة المزوجية for the animals such as horses and the camels. يبقى ده اجابة السؤال الكام؟ ده هيبقى اجابة السؤال وهو رقم ثلاثة في انصر تمام؟ فانا ممكن اكتبك ان هو الجامبه ايه؟ number three تمام؟ عشان بس المكان مش هيقضي. نجيب على كده لسؤال اختار. number four the underlined pronoun here او اه هنا here refers to كلمة هنا بتشير الى مين؟ اللي كانوا هما بيحبوا زورها طبعا بيشير الى mrs. نهلة تمام؟ يبقى هنا mrs. نهلة letter c number five it's not nice for people خلبك من ده not nice ليس لطيف للناس to not on the beach ان هما ايه؟ طبعا هنا مش مش كويس للناس ان هما leave rubbish ان هما يتركوا الايه؟ القمامة على الشاطر number six the underlined word pick up means to something كلمة pick up معناها ايه؟ something from a place طبعا هنا تبقى ايه؟ collect يعني يحضر او يجمع شيء من مكان معين احنا كده وصلنا الاخر حلقة من النهاردة لو عجبك الفيديو تسرش عمل لايك الفيديو اشترك في القناة تفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمية ان شاء الله كان معكم بالصراح مجرد من القناة دروس تعليمين اونلاين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته